إخواني وأخواتي إذن قمنا بتثبيت المحرر الآن سوف نتطرق إلى أشياء مهمة في لغة HTML أو ما يسمى بالتوابت ما معنى التوابت؟ يعني قادمة من كلمة تابت حسن جدا إذن التوابت إذن ما هي التوابت يا زهير؟ التوابت وهي الأشياء التي من الضروري أن تجدها في أي صفحة يعني أنترنت يعني أشياء هي الهيكل هي الأساس أساس لغة HTML منها تتكون HTML مثلا هنا على اليسار كما تشاهدون لدينا HTML ولدينا نهاية HTML بـ slash طبعا كما تشاهدون هنا slash ولدينا كذلك head ولدينا نهاية head ب slash كما تشاهدون slash هنا ولدينا هنا بين الhead البداية والhead slash التي هي النهاية توجد كذلك وسم آخر ما يسمى بالتايتل يعني العنوان أو الheader يعني الصفحة التي هي هنا بالأعلى كما تشاهدون يعني هنا هذا المكان هنا هو الذي تشاهدونه هنا بسمى بالتايتل دعونا مثلا نقوم بتغييرها إلى شيء آخر نسميها مثلا مدرستك وستلاحظون أنها تتغير مع تغير ذلك الجملة إذن هنا سأقوم بـ refresh هنا ولاحظوا معي لقد تغيرت إلى مدرستك هنا في الآلة طبعا إذا غيرناها إلى أي شيء آخر 1-2-3-4-5-6 وقمنا بحفظ يعني البيانات ثم نقوم بـ refresh ستلاحظون أنها تغيرت هنا إلى 1-2-3-4-5-6 حاسن جدا إذن أي شيء تريد كتابته في هذا المكان فأنت تكتبوه في التايتل وهذا التايتل يجب أن يكون بين الhead يعني بين الرأس يعني الملف الرأسي الذي هو الhead الhead هنا الوسم يعني في الأعلى يسمى الhead وهذا الوسم الذي بالأسفل فهو نهاية الhead كيف نعرف البداية والنهاية نعرف البداية والنهاية بإضافة slash كما تشاهدون هذه العلامة هنا فنسميها slash بالإنجليزي بربي العربي لا أعرف ربما تسمى عصى مائلة إذن تسمى slash حاسن جدا إذن نقوم بإضافتها هنا ثم نكتب ذلك الكود داخل الhead نأتي الآن إلى الوسط إذا وجدت فيوجد هنا شيء اسمه الbody ما معنى الbody وهو الجسم يعني الbody كما نقول نحن نحن مثلا بالإنجليزية bodybuilding يعني الشخص يقوم بكمال الأجزام يعني الجسم يعني body هنا كما تشاهدون هذا ليس كما الأجزام هذه الhtml إذن قلنا هنا وهنا يوجد أغلب الكود ما معنى أغلب الكود فهنا توجد كما تشاهدون هنا إذا شاهدنا على اليمين النتيجة فنحن نشاهد أن أغلب الكود وهو الذي يوجد بالصفحة وأغلب الأكواد التي توجد في الصفحة فهي تكتب داخل الbody دعونا مثلا نغيره هنا بشيء آخر مثلا نكتب paragraph نحن لم نتطلق إلى paragraph ولكن دعونا نكتب مثلا paragraph ونسميه مثلا here you put the code حسن جدا ثم نقوم بحفظها ثم نأتي هنا ونغيرها طبعا إذا لاحظت فهي قد تغيرت here you put the code يعني هنا الأكواد يعني أنت تبرمج هنا والنتيجة تظهر هنا على اليمين طبعا قلنا أي وسم فهو يبدأ من البداية تكون html وفي نهايته تكون html ولكن بإضافة هذه العلامة هنا هذا الرمز الذي هو slash لآن ما تشاهدونه أمامكم لآن يجب أن تحفظوه يعني عن ظهر قلب ما معنى هذا؟ معنى يجب أن تتذكروه جيدا لماذا؟ لأن أي برنامج ستقوم بكتبته بال html يجب أن يتكون من html الرأس ثم html النهاية بslash لا تنسى هذه العلامة ثم تأتي في الأعلى وتضع head ثم تضع head النهاية ثم تأتي داخل head البداية والhead النهاية وتكتب a title الذي هو العنوان طبعا ما بين title البداية والتايتل النهاية نكتب a title هنا أو نكتب العنوان نكتب مثلا مدرساتك حسن جدا أليس كذلك أخوان بل هو كذلك ثم نقوم كذلك بكتابة البادي هنا ونقوم بإنهاية البادي إذن عرفنا الآن ما هي التوابط لحتى لا يكون الفيديو طويل سنمر الآن إلى الفيديو القادم حتى نتطرق إلى موضوع آخر إذن ابقوا معكم